خليدي حيني جواب على السؤال الكبير كيف تسرع مداكرتك وتحقق أعلى درجة في اختبار الستب فهذا الفيديو وهذا التدريب حرفين نوعين مشخاص اللي يبغي في تكمل الستب في سرع وقت واللي تعب من الطرق التقليدية ويبغي نتاجه الآن حقيقية خلاص يخيدي حاولت مره ومرتين إلى آخره فاليوم تركيزي على كيف تسرع مداكرتك وتحقق أعلى درجة ممكنة عن طريق التطوير والتكنيكات والتدرب لأنه هذا الشيء يفرق وفي نهاية اختبار لغة انجليزية والاختبار من الأول يقول انا اختبار لغة انجليزية اركز على هذا الشياء فاليوم سنتكلم عنها وبالتفصيل ممل فقبل ما نبدأ لي منكم الجديد هنا انا عبد الرحمن حجازي اعتبر نفسي مجرب أولا وخبير ثانيا فمن يجيت ان او انا اعرف الاختبار قدما انا بديت من مستوصفة في الانجلش وعنيت عشان اوصل وحقق الطموح وحقق قدير رجل 97 فايو فمن 2014 قلت اوكي انا عانيت اخد ثلاث سنوات جتلي مشاكل على الطرق ما ضبطت الشياء غريبة سويتها وكل الطرق التقليدية ما ضبطت معي فالاشياء اللي تعلمت اقول طب ليش ما اختصرته وليش كل واحد يحتاج يمر بالثلاث سنوات عشان يتعلم هذه الدروس البديهية بالنسبة ليه صارت لانه امرت بالتجربة فعشي كده بديت حساب الحمد لله من وقتها فوق 15 مليون مستفيد من 2015 وحمد لله شريك رسمي مع جهات كبرة زي كيمبرج يونيورسيتي برس اوكسفورد يونيورسيتي برس ايلس اي دي بي وظهرت العلمين فقط المنصر عشان اشارك هذا التجربة فاشي هو اختبار الستب هو اختبار الانجليزية هو اهم اختبار اللغة الانجليزية داخل المملكة وهو ثلاثة اقسام ثاسية قسم الاستماع قسم القراءة وقسم القرامر فهذه الثلاثة اقسام هي اللي بتلعب بدرجتك وهي اللي بتأثر بدرجتك بشكل اساسي صلاحية هذا الاختبار بشكل اساسي هي ثلاث سنوات فاذا بتقدم على جهة زي الدراسات علية هم يقولوا لازم الصلاحية تكون ثلاث سنوات لكن تقدر تحطه في السي في مدى الحياة فما عندك فكرة انه اوكي انا حطيته في السي في او جبت الدرجة هذي تبقى معك مدى الحياة بس اذا في جهة قعد تطلبه فيه ثلاث سنوات اما درجة هذا الاختبار تبدأ من الصفر للمين فدرجة عشرين لستين هي درجة فدرجة عشرين لستين هي درجة مبتدية المستوى المتوسط المستوى المبتدئ اما درجة السبعين لتسعين هي درجة لاغلب الجهات تطلبها ففي الباكريوش في الماديستين في فرص محنية هذي الدرجة الاساسية لي داما نقيم عليها الدرجة فوقه تسعين غالبا معناه مستوى متقدم ودخل على اللبن متقدم وهذا معناه انه انت خلاص على الشوفينا ختم دلوقه الانجليش وهذا هو السبب انه مافي في الاختبار لازم كل واحد يجيب مئة بالمئة قدم انه خمسة ستين سواك متوسط او اكتر ما كده فالسر عشان تحقق اعلى درجة هو انك تعرف ايش المهم وتستثمر وقتك في الشي اللي يرفع درجتك مو تسوي خمسين الف حاجة تانية مليهة لازمة تركز على الشي اللي فعلا تفرك الاختبار فخلينا عطون نبدأ ونهجب قسم القراءة قسم القراءة هو الكابوس الكبير لانه اللي فاهم ولي كويس في قسم القراءة هتلاحظوا انه هو ايضا كويس في الاستماع هو ايضا كويس في القواعد لانه اللي يقدر يفهم ويستوعب الشي اللي قاعد يقرأ هذا معناه انه عنده لغة قوية عنده مخزون لغة قوي يقدر يفهم بسرعة وبالتالي الفهم مطلوب حتى في القرامور حتى مطلوب بشكل عام ففي قسم القراءة يكون لديك 40 سؤال 60 دقيقة واذا تحسب تطلي على الآل الحاسبة هتكون دقيقة ونص لكل سؤال فدقيقة ونص تقرأ فيها القطعة تفهم فيها القطعة تستوعب الشي اللي قاعد يصير تروح للسؤال وتجابه صح فالتحدي في اسم القراءة هو ان قطع طويلة وبنفس الوقت ما هي الكلمات البسيطة اللي احنا متعويدين عليها واشياء اللي بناخدها نحفظها تيجي ايش ايش الموضوع رح يكون موجود فالكلمات معقدة وقطع الوقت ضيق عندك دقيقة ونص لكل سؤال وش اسم الاسئلة ما بتكون مباشرة يعني فيها لف ودوران او فيها اعادة صياغة فتقولتلك كم عمرك ونقل في القطع تقول انت ولدت وهذا شخص ولد في عام 1980 او هو توفى بما في عمر لا يعيد السيناريو ما يقول لك هو عمره كده كم عمره وقال في القطع مكتوب عمره كده فهو بيطلب منك استيعاب فانت تقرأ تستوعب بعدين تجاب ما هو انه تيجي السؤال وتبحث عجابة تجاب على مباشرة فعشان اختصلك وقت ومجهود كبير عندك اربع خطات استاذ سيتا بتسويه خطوة الاولى ركز على احدث القطع فاختبار السب من احد الشياء الكويسة فيه انه الى الان هو بيحدث بنك الاسر بشكل مره انسين كل يوم بيزيد التحديث هذا عشان يبغي يخلي اختبار اقوى وينافس الاختبارات العالمية لكن بنفس الوقت لسه في قطع هو لسه موجودة عنده وقاعدة تظهر في الاختبار من فترة لفترة فلما تركز على قطع حديثة ظهرت في الاختبار او الاختبار قاعد يركز عليها هذا معنى انه مو بس حتتتعلم طريقة الاختبار حتتتعود على مستوى الاختبار ورقم ثلاثة حتى لو احدا عندما يقول ما تدخل بنية انه انا قاعد تركز على قطع وبغى احفظها لا تبغى تدرب عليها عشان تكتسم مخسون لغوي عشان يظهر لك شيء زي في الاختبار او مواضيع مثلا اذا بركز على الاكل او يركز على الحيوانات فاذا انت تعلمت لغة الحيوانات المو كنام قدم لغة الاحياء والانموال فوكابلاري راح يساعدك انك تحيل اي قطع مشابهة ليها حتى لو ما كانت نفسها انت متعود على مواضيع الاختبار يحبها وقاعد يركز عليها الشيء الثاني تعلم الكلمات المهمة فعشان تحيل اي قطع حتلاقي نفسك انه داما بتواجه كلمات وهذه الكلمات حتلاحظ انه فيه كلمات تتكرر في كل القطع حتى لو كانت فيه قطع عن الاكل القطع كانت عن عن محمد علي احد قطع كانت عن حاجة الكلمات الاكاديمية نسميها هي داما تتكرر في كل القطع بشكل متكرر في الاختبار مين منكم شاف كلمة ذي طبعا شفناها مين منكم شاف كلمة هارد ديفيكولت اوف كورش سمعني شفناها مواقع كثيرة مين منكم شاف كلمة اجري يتفق ممكن ما تكون شفتها بس هي حتى حتى تكون مكررة في قطع كثيرة جدا فيه كلمات تتكرر وفيه كلمات نادرة فيه كلمات خاصة بالقطع الاولوية القطع اللي تتكرر والكلمات الاهم وهذا هو درجة الثالث انه وانت قاعد تحاول تطور لغتك بدل ما يكون تركيزك حفظ كلمات مجرد حفظ كلمات تركيزك يعني فهم الجمل بالكامل فاذا تلاحظ كثيرا الاحيان مين منكم لما يبدأ يقرأ يلاقي انه فهم بعض الكلمات بس الجملة على بعضها ما هو فهمها لانه السيناريو عندك هيكون انه انت بتحاول انك مخك عارف كلمات بس الاستيعاب عندك ضعيف ولما يكون الاستيعاب ضعيف مهما زاد عندك كلمات بدون استيعاب درجتك صفر او درجتك باح تعاني فالاثنين مهمين مخزون الغوي الاستيعاب وافضل طريق انك تقرأ حاجة وتفصفصها تفهم جملة كاملة بعدين تفهم شرح الجملة وليس الكلمة كاملة يقول اوكي شكل هذا الشكل منها قصني جوب يفهم خلي روح الجزء اللي بعده الخطوة الرابعة ابغاك تحل قسم القراءة بتكنيكة الف سين من ملك تكنيكة اسمة تكنيكة اسمة هي عبارة عن اربع خطوات وهذه بتساعدك تحل اسراء فخلينا اخذ السبب وخلينا اخذ عليها مثال فالف موجودة عندك هي اول سطر فاول ما يجي لك اول القطعة تركز على اول سطر في كل فقرة اذا كانت القطعة طويلة بعدين تقرأ السؤال بعدين تشوف مكان الاقجابة بعدين تستبعد الاختيارات مثال؟ فالان عندك هذه القطعة اسميها متوسطة ما هي طويلة جدا ولا هي قصيرة فاول ما تشوفها تركز على الجملة الاولى فاول سطر فهنا السطر الصغير مره فخلينا اول سطر ونصف فانا قاعد يشوف اول سطر محمد علي's real name is كده 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 انا اول ما اقرأ اول سطر بفكر هذه الفقرة تكلمت عن ايش؟ ايش الجزء الاساسي اللي كان مقصود بي في الفقرة الاولى فمثلا الفقرة الاولى كانت تتكلم عن البطولة الاولى اللي سواء محمد علي الفقرة ثانية تتكلم عن تغيير الاسئة الفقرة الثالثة تتكلم عن اللقب الثالثة اللي هو حصله فاش صار صار عندي خريطة ذهنية للكلام الموجود وهذا معناه انه هذه الخطوة تمت فالان انا عارف انه هذه القطعة تتكلم عن محمد علي وعارف بالضبط كل فقرة بتتكلم على اي جزئية فيها طبعا المفروض هذا الشي ياخد منك ثواني بسيطة ما ياخد منك دقيقتين كاملة بعدين تروح تقرأ السؤال فالسؤال القدامي هنا لا تروح الاختيارات ولا تحاول تحل على طول ابغاك اول ما تقرأ السؤال تحدد الكلمة المهمة أخذ الولد الكلمة المهمة فايش الكلمات المهمة هل الكلمة جد كلمة مهمة؟ لا هل كلمة مهمة؟ طبعا لا لانه كل القطعة تتكلم عنه عن محمد العيو لا تقرأ السؤال هل الكلمة تقول مهمة ايوة بس لا تقرأ السؤال لكن هنا أول ميدالية الثلاثة كلها فعلا كلمات مهمة فانا عشان كده هركز على هذول الثلاثة كلمات والان كده قريت السؤال حددت الخلاصة حددت الشي المطلوب مني لانا الاختبار ما بجيب لك الكلمات بس طب زي ما هي بغير لك هي فالان هروح لجزئية مكان اجابة فانت توقعوا راح تكون الاجابة فرست الاولى كده هتكون هنا فخلينا اروح بطولة الاولى وخلينا نشوف الاجابة فيها فين الفرست وفين المكان هل ذكر مكان فحبدأ ألاحظ وأبدأ أدول من هنا انه محمد العيزويل يمكن كده فبدأ الحين هو سافر هنا حلو فالان ذكر هذه الجملة وبتالي اروح جملة مكان اجابة فين المكان اللي راحوا فالسلامك سنس اول ما تقرى الجملة تبدأ تقول هذا المكان فاز فيه بالفرشت كولد ميرل طيب انا بالنسبة لي احس الاجابة قريبة جدا تحين تروح تشوف الخيارات تتستبعدها لا تقرأ الاختيارات قبل خطع لانها بتصير متحيز وبتلخبضك الاختيارات بدل ما انك تشوف مكان الجملة تحين تقرأ الاختيارات اتوقع مرة سهلة لاح يكون الموضوع بيكون ليك واضح لانه تشايف ولا واحدة منهم ميكسنس ففرانس لا فيتنام لا زيون لا وطبعا الاجابة حتكون بالنسبة لي كانت بديهية وسانت سهلة فمن قطعة انا ماني مستوعي بكل حاجة فيها فما هو ضروري تفهم او تستوعي في اختبار كل كلام تقال ولا هو ضروري انك تقرأ كل حاجة صارت تكنيك تسمع تساعدك انك تطلع الاجابة وتصير بديهي هذا الاجابة عكس الناس التانيين اللي بيحاول يقرأ لك القطعة كاملة ويجلس وعلق على كل كلمة جديدة بالنسبة لي وما هو قادر يستوعب وحسن متأزم وحاسن الاختبار القراءة صعب عكس الشخص اللي يمشك على هذا التكنيك يلاقي الموضوع حسن واضح الاجابة كان قدامي انا بكل سويت انه مشيت على التكنيك والاجابة كانت واضحة بالنسبة لي فهين يجي الجزء الثاني في الاختبار هذا هو قسم القراءة انتهى مشيت على هذا الاربع خطوات مشيت على تكنيك اسمها انتهى قسم القراءة فقسم القراءة عندك 40 سؤال عندك 30 دقيقة فما عندك دقيقين ونص عندك 45 ثانية يعني الاسئلة اكثر من الدقائق فالحل لازم يكون مرة مرة سريع ايش الحل؟ فهين سيكون عندك اقل من دقيقة الحل بكل بساطة انه تبغى اول شي تفهم القاعدة طبعا قواعد مهمة مهمة في الاختبار هذا تحديدا فمهم انك تركز على القواعد المهمة اللي تيجى في الستر رقم الثنين تبغى تتدرب بتكنيكة اجده واللي هي الخطوة الاساسية ورقم الثلاثة بعد ما تتدرب بتكنيكة اجده وتعرف تكنيكة اجده تحل 50 سؤال على كل قاعدة اساسية في الاختبار ليش 50 سؤال؟ لانه متحس في البداية متحس انه لسه مخك بيحاول يطبق الكلام ما هو قادر لسه في الاختبار ما بيقولك اشرح لتكوين المضارع المستمر ما فيش اسمه شرح هو حل الياسرة فما يهم الاختبار انت فاهم او انت عارف تكنيكة او انت عارف وكل اللي يهمه هل انت تحل الاسئلة بسرعة؟ فانا اعرف انه كلكم هنا يقدر يحل السؤال اللي هيجيله بس انا ما يهم اني تقدر تحل هل تقدر تحل في الوقت القليل؟ هل تقدر تحل في اقل من 45 ثانية؟ ايوه ولا لا فلما توصل لخمسين سؤال هنا بتتعلم تزيل سرعتك تتعلم الحالات الاستثنائية لكل قاعدة بعضنا نحن تكون فيها حالات استثنائية تكون في حالات شاذا شائعة بتتعود عليها already فلما تدخل الاختبار بالنسبة ليك انت شفت هذا القاعدة عدة مرات تقدر تحل السؤال الجناعي فخلينا نشوف كيف تحل بسرعة في الاختبار تكنيكة قسم الجرامر هي تكنيكة ألف ما هي اسمها ألف جيم دال ألف تكنيكة أجدع يقرر الاختيارات جيم للجرامر أو الجرامر دال للكلمات الدلعانية وألف لإستماعات الاختيارات خلينا نطبك خلينا نطبك طيب أقرر الاختيارات فين السؤال؟ ما يحتاج تشوف السؤال هنا انت بعد طول تروح الاختيارات ما تبغى تشوف السؤال فـ playing plays played play انت ملاحظ هناك شيء غريب موجودة انه عندي فعل والشيء والفعل يتغير ونضف له حاجات طيب هذه هي كلمات دلالية هذه الاختيارات معناها انه فيه شيء قاعد يصير بناءا هل هذا يسألني عن حروف الجر يسألني عن الضماير يسألني عن الأزمنة الإجابة عندما شوف ing اد اس ما هي in on at ما هي can must should ما هي him her you هو يغير في الأزمنة في الفعل نفسه يضيف له حاجات فهذا هو السؤال الأزمنة اها فأنا دلحين مخي قاعد يقولي اوكي انا دلحين أبغى عندي كم ثانية حاول انتذكر الأزمنة والان بعدما خمنت الكرامر الأزمنة اروح الان لكلمة الدلالية في السؤال دلحين اروح السؤال تركيز يكون ايش الكلمة الدلالية مهمة هل هي the لا هل هي kids هل هي in هل هي the هل هي park ولا هل هي yesterday من منكم يقدر تجيبها الاجابة هي كلمة الدلالية لهذه القاعدة هي بالنسبة ليها هتكون الزمن هي أزمنة صح فأنا ما همني السؤال أنا همني yesterday أزمنة فايش الزمن أمس فايش الأمس فين تيجي هل تيجي في المضارع بسيط لا طبعا هل تيجي في الماضي البسيط اوه اوكي هل تيجي في المضارع مستمر لا طبعا هل تيجي الماضي المستمر يس ممكن بس لازم يحليها وقت محدد فلا طيب وبالتالي هذا ايه زمن الماضي البسيط ايش معنى الماضي البسيط انا عليا يس شده موجودة فبالتالي ايش المفروض هو في الماضي البسيط اضيف الفعل اضيف عليه ايش حين تتذكر اللي انت كنت تعارفه وهنا تحاول تتذكر تكوين فإذا هو الماضي البسيط تحط الفعل تضيف معه D او E D وفي الماضي البسيط فلاي تستبعد تستبعد ايش لا هو الخيار الوحيد اللي بقالي وهذه اجابة صحيحة شكرا اختيارات خمي القرامر واحد كلمات هلالية استبعد اختيارات هنا اختيار لكم سؤال غريب في احد منكم اصلا يتذكر ايش كان السؤال The kids مدري ايش هل اصلا مهم انك تفهم الاطفال ولا مين ولا كبار ما يهمنك احينا الوقت بالنسبة لي انا بدل ما طريقة طبيعية الشخص الطبيعي اللي حينش قاعد يساوي قاعدين قابلين منحل يجي السؤال يفهم السؤال كله وبعدين يعلق لما هو فاهم يقول هم اطفال ايش معنا اطفال ايش داخل اطفال لحين سيبهم يلعب تركز على السؤال فما له اي فهم السؤال وكمية الوقت اللي تضيع انت فقط بتشوف السؤال وتتأمل فيه بعدين شوف الاختيارات وبعدين يجي لك كده وسوسة داخلية تقولك توقع انها بي ما له اي اساس فتحل الاسئلة بشكل عاطفي اكثر من المطلية المفروض تحلها واللي تاخد منك الوقت اطول واللي هي ايضا غير المنطقية لانه كده انت الان بتحل وبتساعد موخك ان يتذكر القاعدة تديري وقت ان يتذكر وتركيزك على الكلمة الدلالية اللي بالضبط تحل للك الاجابة بدل ما يكون تركيزك على انه نحاول نقرى السؤال ونركز على نعيش الجو والبيئة اللي قاعد يتكلم عنها ونفهم المعنى الاعمق وراه بدل ما تركيزا انه هنا هو سؤال grammar ما بغى استوعب كل حاجة قاعد تصير اهم حاجة انه حل السؤال صح بيوفر لك وقت مو طبيعي في اساس تتحل في عشرين ثانية بهذه تكنيكة تكنيكة تلك الشئة وهذا يدينا لي القسم الاخير هنا لكن الاول في الاختبار بليد الاستماع hill 50% من اختبارك في القراءة 40% من اختبارك في grammar والقراءة والقرامر هم big guys عندك الاستماع ‫وهجه الصغير لكن السبب الحلو أنه منحطوه في بداية الاختبار أنه لما تدخل خلاعة الاختبار تركيزك يكون قوي وهذا معنى أنه قسم استماع تقدر تركز معه لأنه عندك 20 سؤال عندك 25 دقيقة تقريباً فعندك وقت أتوقع ما عندك أزمة مع الوقت لسعندك أزمة ثانية الأزمة الكلام بيكون سريع فهم ما بيتكلموا بطيء يتكلموا بسرعة طبيعية بالنسبة لنا متعلمين اللغة وأغلب الناس اللي ما كنت في البداية أبدأ هو يتكلم ويقول ها أش قلت عيد بالله عليك وأستاذ ما فهمت عيد لي أشرح لي ما في إعادة هو بتقال بتقال أنت ما تقدر تتحكم منك تعيده هو مرة واحد تسمع خلاص انتهى الموضوع ما تقدر تتحكم بسرعة الكلام ما تقدر تعيد الكلام مرة واحد تسمعه ورقم الثنين التركيز لأنه إذا أنا كنت هو قاعد يتكلم ويحاول يتكلم في الموضوع أنا صرحت لثانية أو لخمسة ثواني وقلت طب إيش هنأكل بعد الاختبار طار الدرجة انتهى الموضوع الدرجة راحت عليك فعشان كده يقول الحمد لله قسم استماع في البداية لأنه في البداية لسه مخنا يكون طازة شوي ونقدر لسه يكون مركزين فهذه حاجة إيجابية بس تبغى لسه تحافظ التركيز أغلب الناس اللي يتشتتوا او يدخل اختباره هم مواصلين او هم كانوا متوترين او قاعد يفكف خمسين في حاجة وهو قاعد يسمع دائما قسم الاستماع بدل ما يكون قسم الهدية اللي يرفع درجاتك يصير للقسم اللي يخسن فيهم بدرجاتك وش هنسان فهي أربع خضوات بسيطة قسم الاجتماع أبسط قسم أسحل قسم وأحسن قسم اعتبره لأنه هو سهل جدا بس عليك تحط سماعة تتعود من الآن فحرفين أول حاجة حل الأسئلة فوريين لأنه جيلك السؤال ويقولك عندك وقت تقرأ الأسئلة الوقت ليس قرأت وضيئ يعني الوقت ما بيكون مرة كبير فتبغى تحاول تحلل الأسئلة لا مو بستيقر السؤال تحلل هم بتكلم عن اي شيء اي شيء الكلمات المهمة بعدين تروح تسمع وتحاول تحل بعدين تبغى تسمع النص مع الترجمة وانت فتتدرب طبعا هذا ما هو في الاختبار حقيقي فس لما انت تتدرب الآن بعد ما حليت هتكون عندك أخطاء طبعا الأخطاء كيف أتعلم من أخطائي روح دحين وشوف الترجمة والنص الترجمة والنص بيقول لك اوكي كانت عندك مشكلة في كلمة جديدة انت ما عرفت كيف تسمعها مضبوط او فيه مكان جديد عليك وانت ما تقلت تتعلمه الا لما تروح تحلل أخطائك واخر حاجة طبعا بعد ما تحل الأخطاء تتعلم تقول اوكي هذه كلمة جديدة تعلمت عليها او هذا السؤال كان جديد او انا ما كنت سمعت صح او ما كنت مثلا مركز فهذا الأخطاء بتديلك الفيدباك وتطور درجتك انت تسد فتكنيكة ثلثة الاستماع تحليل الفوري اقرأ السؤال حدد خلاص السؤال وبعدين اقرأ اختيار واحد او قد ما تقرم اختيارات بس لا تقرأ السؤال بعدين الاختيارات على طول فتقرأ السؤال تحدد خلاص على طول فخلينا نأخذ علي مثال عملي فانا حيجين السؤال هادفه وقبل ما نروح الاختيارات نروح للسؤال which factor is most important for choosing a hotel ايش هو الفاكتور الاساسي ايش هو العامل الاساسي في ان اختار فندق طيب ايش خلاصة السؤال هنا كايز هل هو which ولا هل هو hotel ولا العامل الاهم في الاختيار في الفندق العامل الاهم طبعا فانا تركيزي هنا فلاصة السؤال ايش هو العامل الاساسي في اختيارتنا عامل الاساسي هادي الكلمة اللي تبقى في بالي فهذا الشي يحط في بالي main factor most important factor فاوكي احنا الان نحق الاختيارات عشان اعرف ايش طبيعة الاجربة فاحتي يقول الخدمة الموقع rating the price فقال اربع شي مختلفة السعر هم شي لا بالنسبة لي هي اهم حاجة للخدمة لا بالنسبة لي هم حاجة ان الموقع يكون قريب من المكان عشان اقدر اتمشى في المكان اللي وانا مسافر فحلو انا دحين موقع جاهز دحين متوقع وعارف كيف يصيد الاجابة فدحين راح اسمع الصوت واسمع التدريب وحاول صيد الاجابة يلا خلين حاول hey where are you going on vacation i'm going to los angeles for one month i'm so excited that sounds like a great trip have you booked your hotel yet not yet i'm still trying to decide which one to choose what are you looking for in a hotel location is the most important factor for me i want to be close to all the attractions and things to do yeah that makes sense you don't want to waste time traveling long distances to get to where you want to go exactly i also want a hotel that has good reviews and a reasonable price have you found any hotels that fit those criteria i've found a few options but i'm still comparing prices and reading reviews i want to make sure i choose the best one what does that mean awesome طيب جامس وزياد رحمن ايش ده هو قال location وقال reviews وقال price كلهم اختيارات طبعا لا يمكن ان يختاره الا واحدة فلازم يكون يعرف انه قال most important اي واحدة منهم كانت the most important ايوا فتلاحظ التركيز بشكل متقن يساعد انك تكون متأكد من اجابتك فخلينا نشوف النص فمثلا ونقعد نشوف النص تقولك اوه فين انت رايح انا رايح هنا الحجز لا ايش بتدور الموقع هو العامل الاكثر اهمية location بعدين قال اشياء تانية انا ابغى السعر يكون كويس ابغى يكون فيه تقييمات جيدة بس ما قال انه هذا اهم شيء اه ها فعشان كده بالنسبة الاجابة واضحة انه هي كانت اجابة location location هي الاجابة الصحيحة فانت هناك تقول اوه ما كنت استمع ما كنت مركز ما كنت ما كنت هذه هي التجارب والاخطاء اللي الواحد يسويها او ما كنت تسامعه كويس او ما كنت تسمعه الكلام وما لاحكت على او صرحتك عدة ثمانه وهذا بتتعود اول لاذنك انه تسمع بتحاول انت وانت قاعد تسمع موخك بتعود على step by step شوية بشوية وهذا بتساعدك انك تلاقي الاجابة الصح وتتعود على الحل مرتين وعشرين سؤال الموضوع حرفين اسهل قسم بس لازم تسمع ولازم بعد ما تسمع تتعلم النخطاء هاد وتعرف ليش غلط اغلب ما تقولك انا اسمع كل يوم بس ما استوعب شي طبعا لانه انت ما حاود ان يستوعب بصن فكيف بكرة تتوقع انك هتحل السؤال بشكل احسن طبعا لا فتبغى تسمع لي شيء وبعد انت بغى تستوعبه وتحل مرة ثانية على الاقل مئة سؤال قبل ما تروح لاختبارك بشكل عام مو لكل قاعدة ولكل سؤال مئة سؤال بشكل عام للإستماع على الاقل عشان تكون خاص موخك تكون مستوعب تكون عارف كيف تحل السنة فهذا هي الطريق التي تحل الخطاك وكذا تكون قفلت ملف قسم استماع وهذا خلصنا القراءة خلصنا القرامر خلصنا استماعه في الان جيس السؤال الكبير كيف نبدأ عبد الرحمن وكيف يحاول هذا كلام كيف يحاول اطبك هذا الشيء فالان عندي خيارين الخيار الاول المصادر يقدم بدون مقابل هي خطة 30 يوم ترتب فيه وتضبط فيه جدولك بحيث انك متسي بحاجة جديدة عليك وتختم تركز على كل حاجة وهذه افضل شيء انصحه لانه ما انصح شخص يختبر بعد يوم ونص ولا انصح ان تختبر بعد ستة اشهر فالوقت اللي يكون عندك لما يكون باقي على اختبارك شهر ونص شهر ونص شهرين فانصح يكتب له خطة 30 يوم كل مصادر بتكلم عنها داخل خطة بتكون مجانية موجودة للجميع فهذا هو الشيء يقدم هنا اما بالنسبة للناس اللي حابين انه مشغولين في دراستهم فعملهم وحاب انه اقدم لهم حاجة تاخدهم step by step خطوة بخطوة فبقدم دورة المدفوع دور مكثف للstep اللي منكم مهتم يقدر شوف تفاصيل موجودة التفاصيل دائما فهي حاجة دائما تركيزها انه انا ارتب لك وجهز لك الحاجة بحيث انه انت لا عليك تشوف دروس ولا عليك ترتب لك انك تشوف وترتب دروس المصادر انا قاعد اجيز لك هي وقاعد ارتب لك هي بحيث كل عليك سبينك تمشي على مسارك لموجود داخل دورة واليوم يتخلص في درجة او اليوم اللي يتخلص في الدورة هو اليوم اللي بتوصل فيه وتوصل في الدرجة وتستطيع اختبر فيها مباشرة فلا تسيق قايز اعطيكم منفعافية على وقتكم واهتمامكم سبحانكم ومحمدكم نشهد الليل الان استفراتوا بليك شوفكم على خير في امان الله مع السلامة